أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استمرار متابعة ملف فض التشبكات المالية بين الوزارات والجهات المختلفة أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن رئيس عبدالفتاح السيسي كلف بسرعة الانتهاء من هذه التراكمات التي يعاني منها الاقتصاد المصري وذلك منذ عقود طويلة جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة موقف فض التشبكات المالية بين وزارتي البترول والمالية كما شهد الاجتماع الإشارة إلى أنه خلال ستة أشهر فقط خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر الماضي تم تخفيض المديونية المستحقة لوزارة البترول على وزارة المالية إلى 92 مليار جنيه من 110 مليارات جنيه